اشتركوا في القناة المتفرب بالعطاء والسخاء والبقاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قام في ليل رمضان وتلافي نهاره ولياله القرآن ودعا ربه وسعلوا العفو والغفران فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها السائمون والسائمات لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة فيها الفضائل المشهورة وفيها الخيرات والأجور العظيمة ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل الصالح فيها أكثر من غيرها فعن آئشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وعيقز أهله رواه البخاري ومسلم وعن آئشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بسلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المئزر رواه أحمد وفي هذا أيها الإخوة دليل على فضيلة هذه العشر وأنه ينبغي للمسلم أن يقوم فيها بجميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدكة وغيرها لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقذ أهله في هذه العشر للصلاة والذكر عرسا على اغتنامها ولأنها نعمة كبيرة لمن وفقوا الله تعالى لإدراكها ولجتهاد فيها فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يفوتها على نفسه وأهله فما هي إلا ليال معدودة عسى أن يدرك كل منا من خلالها أفحة نفعة من نفعات الرب الكريم عسى أن يدرك كل منا من خلالها نفعة من نفعات الرب الكريم فتكتب له سعادة الدنيا والآخرة عباد الله ويكفي كل مسلم شرفا وقدرا ما خصوا الله تعالى به في هذه العشر بليلة هي خير من ألف شهر ليلة شرفها الله تعالى على غيرها من الليالي ومن الله تعالى على عباده بجزيل خيرها ليلة أنزل الله تعالى فيها القرآن وأجزل فيها العطاء والإحسان ليلة لا تشبه ليالي الدهر وقد أخبرنا الله تعالى عن فضل هذه الليلة في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرأ كل أمر حكيم وفي آية أخرى قال جل شأنه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة أيها الإخوة كان من حدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف في العشر العخيرة من رمضان والاعتكاف أيها الإخوة هو لزوم المسجر للتفرغ لطاعة الله جل وعلا وهو سنة وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه في عياته وبعد موته فعن عبي سعيد الخضر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر العوسد ثم قال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم إني أعتكف العشر العوسد ثم إني أتيت فقيل لي إن في هذه العشر الأواخر فمن أعب منكم أن يعتكف فليعتكف رواه مسلم أو كما قال الرسول اللهم جعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه برعمتك يا الرحم الراحمين الحمد لله وبه نستعين وعليه التقلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقيا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أن آئشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وينبقي أيها الإخوة لمن أراد الاعتكاف أن يشتغل بالصلاة والذكر وقراة القرآن والدعاء وعن يتجنب ما لا يعنيه من عديث الدنيا ولا بعص أن يتحدث قليلا بحديث مباع ما أهله أو غيرهم لمصلها ويجوز الخرود للمعتكف لأمر الله بد له منه طبعا أو شرعا كقضاء الحاجة من بول أو غائث والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب فهذا جائز إن لم يمكن فعله في المسجد أيها الإخوة ولكن إذا أمكن فعله في المسجد فلا وللكلام عن الاعتكاف بقية إن كان في الأمر بقية عباد الله با ينقو دياغا الله واندهي من فلله تهنير إسد مزوى وانا موتى من البركان رمضان كما الله يأذر تامد أزمت وانا موتى دكما صلولي واندأكيدن من فللا الله تكم وانا موتى إن أمي شيدا واباب أبنبو تادة جس كياسي الله شيشي كده واند باشد أبو كنتاريا واند يكا بيت تحن يبا وباين سكوتاد فللا واند يكا مدو ومشيني الله إن أشيدا وابابا لأن نبو محمد صلى الله عليه وسلم باوان اللانيكم ومن زنسني واند شيني ييت أيوا تكم وانا موتى تكم درارين وانا موتى لما ناوة الرمضان من البركان يكارن تآيو ين القرآن آرانكونا وانا موتى تكم درارن سا ساة نن يرو جؤو بانجي جنس أفوا دقافرا اللهم لوكا چنسركي كتبتا ده سلاة كده أمن چن كده وانا النبي ميجرم ده إيالان سا ده كما سحبان سا ده دکن وانا ده سكب بيو باين سو بيسا كوتا تاو واند يزوارانا القيامة باين ناكا ياخو ان اواما سعز ميمزاد ماتا لاليكسني چيوا غوما نكر شين وانا الرمضان ينا تنكارو كياس وكزوا گاريكو واند اعتكم واند ناكوانا كي غوما اقو فللولي واند سكا شعرا ده باكي ميذر كي باكي ان نبو محمد صلى الله عليه وسلم واند اعتكم واند ناكوانا كي اقوة تنبن الخير دلات دكي ما سيوا تحكم واند نواتا شياسا يكسان چه ده تكي ان حاليانا ان نبو صلى الله عليه وسلم يكن نقو قري داين ايكي نقري اتشن واند نواتا كي ما ستنكارو واند باياي او انسو قانا كي واند باسوبا حديثي ياتبتدق آئشا اللامعوك كي يكارا متى يده تكي توا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتعد في العشر العواقر ما لا يجتعد في غيره تتعان نبو صلى الله عليه وسلم ياكسان چينا قو قري چكم واند نواتا كي نقوما قو قر اند باياي او اند با واند نواتا كي مبا هاك حديثي ياتبتدق آئشا اللامعوك كارا متى يده تكي توا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئ ذرا واعيا ليله واعقظ أهله رواه البخاري ومسلم آئشا تكي توا لليع النبو صلى الله عليه وسلم اياكسان تي ادن قوما نوانا وتا رمدانا يشغا منزان الله ينا تمكي خرج اللانسا ما لما اسكا چه واند نن كنا يعني نچه وانزان الله يا دودا مرا يا قورة چه و بچي يا نن اتابر ما يا اي شرم بوتر الله كلاي اتشو واند نن كوانا كي سان نن كما با عكم با كوي واعيا ليله دکن ان درن منزان الله ينا رايد سودين ابادو دي اللح سان نن كما واعي قضا اهلا يكن تايد دا ايالن سا ما لما اسكا چه وانن غبا او كي ازنا او كي قوية واعا دکن وانو مسلمي واند يكي دا ايالي بسقايدر اللح ملوك چنسر كيا ايو الذين آمنوا انفسكم وآهلكم نارا اللح يتيا واند سكي ايماني كي اي كاو كنك دا ايالن كد غوتا حكم كمي اند اللح ملوك چنسر كي كتا وامر اعلك بالصلاة وستبر عليها اللح يتيا كو مر كي لن ك رسال ك واند دولا لن كتا كي ذا كرو كالله بقاتن كنا دونيا ولائرة ام ملوك آئين كا ملوك كون كا ام كي بزا كتا يد سو وان تب بس كي كو يد من اللح داري كين داري با سب رشي النب صلى الله عليه وسلم اي يام الليل با ايا كا سك و بائن شيا يارا واند راري حكا نن حديث يات بات دق آئش اللح ملوك كي كار مت يد تش النب صلى الله عليه وسلم قوان اشر نو تر رمضان نفر کو من زن اللح صلى الله عليه وسلم يكن چا کو داسو تا عين ي صلى كم ي بچ تش ادم قوم ارش يك سن من زن اللح ين 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 وان حديث امام عمان يروي توش ين 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر